منذ قرابة اسبوعين كلف رئيس الجمهورية برهم صالح النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة الدستورية وما زالت بعض الكتل السياسية ترفض الزرفي وتعد تكليفه غير دستوري بينما يقول سياسيون بأنه سينجح في احتواء الفرقاء بكل تأكيد السيد الزرفي ابن العملية السياسية ويعرف مفاتيحها يعرف تعقيداتها بكل تأكيد سيكون هناك تفاهمات مع الكتل السياسية فيما يخص الكابينة الوزارية ضرورة تفكيك الأزمة بعض القوى الشيعية الرافضة للسيد عدنان الزرفي وعندما تم الحديث عن الكابينة الوزارية قال يعني رؤيت أنه سينفتح على الكتل السياسية أخذ بنظر الاعتبار مطالب المتظاهرين فالأمور في هذا العطار لحد الآن أعتقد حكومة السيد الزرفي تمر بمرحلة تفكيك الأزمة ولم ينتقل إلى قضية الكابينة الوزارية تحركات سرية وأخرى معلنة يجريها المكلف الجديد في محاولة لتفكيك المشهد السياسي المعقد الذي انقسم بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على تكلف الزرفي بينما يرى مراقبون بأن الأيام القادمة ستكون حبلة بالمفاجآت التي ستظهر الكثير بشأن الاتفاق السياسي هناك تفاهمات جديدة خلال الأيام القادمة سوف تكشف عنها شبه اتفاق على عقد جلسة ما بين السيد الزرفي وما بين جزء من الأخوة المعترضين جزء آخر كانت هناك وساطات ما بينهم بالتالي صار نوع من التواصل في المرحلة الأولى كانت قبل قطيعة الآن أصبح تواصل سماع للرأي هذا كان رأي من أراء اتلاف النصر بأنه يذهبون إلى الاتفاق حول البرنامج اليكومي قبل أن يبدأوا برفض هذا المكلف الصراعات السياسية ألقت بظلالها على المشهد العام للبلاد فموازنة معطلة ووباء يضرب البلاد وحضر للتجوال يمدد كل مرة بغية احتواء الأزمة الصحية وما زالت الضبابية تحيط بالمكلف الجديد وتحركاته السياسية التي يجريها ليضمن نيله الثقة وعدم تكرار سيناريو سلفه محمد توفيق علاوي من بغداد محيل أنصاري أم بي سي عراق